اعترف الايطالي كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد بسوء اداء الملكي امام مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهم الاربعاء الماضي حيث انتهت بخسارة الميرجي 4-0 في اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا ووداع المسابقة حيث قال مدرب الريال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فالنسيا بالليجا لقد كانت مباراة مانشستر سيئة للغاية ونحن نتألم فحتى ذلك الحين كان موسما جيدا للغاية واضاف انشيلوتي انه في هذين اليومين حاولنا استعادة الاحسيس وغدا هناك فرصة للقيام بالاشياء بشكل افضل لاننا نريد ان ننهي الموسم بشكل جيد وان نظهر حجم المباريات الاربع وعن ملاحظته على الموسم الجاري قال انشيلوتي يمكن القيام بذلك بشكل افضل لكنه كان جيدا بالفعل وبالطبع نحن لسنا راضين عن الدوري لكننا قاتلنا حتى النهاية في المسابقات الاخرى وفزنا بثلاثة القاب وحول التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف المقبل قال المدرب انشيلوتي ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن الموسم المقبل لقد تحدثنا الى النادي لكن في الوقت الحالي قمنا بتقييم ما حدث يوم الاربعاء فقط فنحن نتحدث بالفعل عن المستقبل لكن لم يحن الوقت لهذا بعن وأكد كارلو انشيلوتي خلال حديثه على جاهزية جميع لاعبي ريال مدريد لمواجهة فالنسيا غدا في الليجة وتابع قائلا سألعب بافضل تشكيلة امام فالنسيا فنحن مرتحون وسأقدم الافضل وستكون التناوبات اكثر يوم الاربعاء المقبل وبخصوص مستقبله مع الريال رد انشيلوتي قائلا الجميع يعرف جيدا ما هو وضعي انا لدي عقد حتى عام 2024 واريد الاستمرار فلقد عقدت اجتماعا مع الرئيس وقد اعرب عن دعمه ومحبته ورد انشيلوتي على انتقاد اداء كريم بنزيمة قائلا لا جدوى من التشكيك في بنزيمة لقد قدم مباراة سيئة ولكن ليس هو فقط ولا يزال اسطورة هذا النادي ففي يوم الاربعاء لم يكن الفريق كله على ما يرام وليس فقط كريم وانهى انشيلوتي حديثه بالاشادة بالبرازيلي فينسيوس قائلا لقد لعب فينسيوس دورا كبيرا الموسم الماضي واليوم انه لا جدال فيه وايضا كان فينجا وردريجو كلاهما قادم من مقاعد البدلاء ولا جدال في اهميتهم بالفعل